موجز خاص بوفاة وجنازة الرئيس الأسبق عبدالعزيز بوتفليقة أهلا بكم بداية لم يحظى الرئيس الأسبق عبدالعزيز بوتفليقة بحداد وطني إثرى وفاته ليلة الجمعة وقررت الرئاسة الجزائرية فقط تنكيس العلم الوطني لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم أمس السبت عبر كامل التراب الوطني والقاشقق رئيس عبدالعزيز بوتفليقة السعيد المتواجد في السجن النظرة الأخيرة عليه مساء أمس السبت بالإقامة الرئاسية بزرالدا ذلك بعد طلب من هيئة دفاعه بالسماح لموكلها بإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان شقيقه ومن المنتظر أن يشيع جثمان عبدالعزيز بوتفليقة في مربع شهداء بمقبرة العالية بحضور رئيس عبدالمجيد تبون وحكومة أيمن عبدالرحمن ومسؤولين في الدولة ومن المرتقب أن يرفع جثمان بوتفليقة في عربة عسكرية من إقامته بزرالدا مباشرة إلى مقبرة العالية لون أن تتم إلقاء النظرة الأخيرة عليه بقصر الشعب مثل مجارة العادة مع المجاهدين والرؤساء السابقين للجزائر وقدمت دول عديدة تعزيها للرئيس عبدالمجيد تبون في وفاة الرئيس الجزائري الأسبق عبدالعزيز بوتفليقة على غرار المملكة المغربية فلسطين، السودان، البحر، ليبيا، كوبا، الصين، قطر، الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات ولم تنشر الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية برقيات التعازي مثل مجارة العادة كذلك وتباينت ردود أفعال رواد مواقع التوصل الاجتماعي حول خبر وفاة الرئيس الأسبق عبدالعزيز بوتفليقة بين متعاطف ومن ذكر بمضيه والفساد الذي عم في البلاد عندما كان في سدة الحكم بينما تجهل الشرع الجزائري خبر وفاة بوتفليقة ولم يحظى الخبر اهتماما كبيرا من طرف وسائل الإعلام الجزائرية بمختلف أنواعها وكأنه لا حدث وتنقل طاقم من الصحفيين لراديو أم ومغرب إمرجان إلى مقبرة العالية أين سيتم تشيع جثمان عبدالعزيز بوتفليقة وحسب آخر الأخبار تم منع الصحفيين من ولوج المقبرة سنوافقكم بالتفاصيل في مواجزة لاحقة ابقوا معنا